تتأثر دول الخليج العربي بأحوال جوية ماطرة وغير مستقرة تتصاعد في الحدة والشدة تدرجيا مع مرور الوقت وتشير التوقعات في مركز تقص العرب بأن لهذه الحالة قسمين الأول يكون في الأسبوع الأخير من هذا العام يتميز بأمطار ديمية في مناطق متفرقة من الجزيرة العربية لكنها قد تكون رعدية في منطقة مسقط والمناطق المحيطة في سلطنة عمان وتشير ذات التوقعات أيضا إلى أنه في آخر يومين من هذه السنة يتوقع أن تتطور حالة قوية من عدم الاستقار الجوي في بحر عمان وتؤثر على السواحل العمانية والإماراتية المطلة عليه بالإضافة إلى المرتفعات الداخلية ويتوقع على إثر ذلك بإذن الله أن تهطل أمطار رعدية غزيرة مترافقة مع البرد ومسببة لجريان للأودية وتشكل للسيول وتمتد بعض من هذه الأحوال الجوية غير المستقرة إلى دول الخليج العربي بحيث تصبح الفرص مهيئة في آخر يومين من هذا العام لتكونات رعدية في سواحل تلك الدول وبشكل متفرق تمتد لاحقا إلى بعض المناطق الداخلية من المملكة العربية السعودية أما في القسم الثاني من هذه الحالة فيتوقع أن يكون في الأسبوع الأول من العام الجديد إذ تشير الخرائط الجوية في مركز تقص العرب بأن أجزاء واسعة من شبه الجزيرة العربية على موعد مع حالات مطرية متتابعة وخاصة في سلطنة عمان ودولة الإمارات ودولة قطر ومملكة البحرين بالإضافة إلى وسط وشرق مملكة العربية السعودية وتستشعر المراصد العالمية كميات كبيرة جدا من الهطولات المطرية في هذا الأسبوع في حدث قل ما يتكرر بهذه القوة والشمولية في الجزيرة العربية ولا يمكن الخوض في التفاصيل الدقيقة لهذا الأسبوع من الآن وذلك لبعد الفترة الزمنية وكثرة المتغيرات الجوية ولكنه بات من حكم المؤكد بأن أجزاء واسعة من شبه الجزيرة العربية على موعد مع فترة رطبة ونشطة وماطرة طويلة الأمد وواسعة النطاق هذا والله تعالى أعلى وأعلم محمد الشاكر من تقس العرب